الحمد لله الكبار والصغائر كلها جراء في حق الله سبحانه وتعالى لأن فعل الكبيرة وفعل الصغيرة كلاهما مخالفة لله سبحانه وتعالى لذلك بعض العلماء يقول أنه لا صغائر وكل الذنوب كبار ونظروا في ذلك إلى أنها مخالفة لله سبحانه وتعالى سواء صغيرة أو كبيرة أن تخالف الله عز وجل فيها وذهب جمهور العلماء أنه ثم فر بين الكبائر والصغائر والله عز وجل هو الذي فر سبحانه وتعالى بين هذا وهذا ولا يعني ذلك أن الإنسان يفعل الصغائر لأنها جراء في حق الله سبحانه وتعالى لذلك بعض العلماء يقول أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبائر لماذا؟ قالوا ليس من أجل الفعل فعل الصغيرة له هو يبقى صغيرة ولكن إصرارك ومداومتك على هذا الفعل يصيرها كبيرة لماذا؟ لأنك مصر على مخالفة الله سبحانه وتعالى هذا الذي جعلها كبيرة لذلك الله عز وجل فتح باب الاستغفار لأن يستغفر الإنسان فيغفر الله عز وجل هذه الصغائر العمرة إلى العمرة الصلاة إلى الصلاة رمضان إلى رمضان كل هذا مكفر للصغائر اجتناب الكبائر كذلك مكفر للصغار كيف نعرف أن هذه المعصية كبيرة وأن هذه المعصية صغيرة ولا يعني ذلك يعني هذا التفريق أنك تفعل الصغائر وتجتنب الكبائر الكل في حق الله عز وجل عظيم ولكن تتفاوت لأن الله عز وجل هو الذي فرق بينهما قال العلماء الضابط في ذلك أن الكبيرة هي ما جعل الله فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة انظر لكل فعل لكل فعل نهاك الله عز وجل عنه إذا رتب الله عز وجل على هذا الفعل حد في الدنيا فعرف أنه كبير وإذا رتب وعيد في الآخرة توعدك في الآخرة فعرف أنه كبير مثال الحد في الدنيا السرقة الله عز وجل رتب عليها حد في الدنيا قط اليد إذن هي كبيرة والسرقة التي هي معروفة بالحد الذي حده العلماء الزنا كبيرة لأنه في حد في الدنيا سواء للبكر أو المحصن المتزوج الله عز وجل جعل الرجم إلى الموت للمتزوج والجلد مئة جلدة للبكر إذن هي كبيرة ومثل الكبائر التي جعلها الله سبحانه وتعالى أي جعل فيها حد في الدنيا قط في المحصنات قط في المحصنات كبيرة والله عز وجل جعل فيها حد في الدنيا أن يجلد ثمانين جلدة إذن كبيرة طيب الآن عرفنا كل ما جعل أو رتب الله عز وجل عليه حد في الدنيا فهو كبيرة قال العلماء أو وعيد في الآخرة ما في حد في الدنيا لكن هناك وعيد في الآخرة مثل النميمة الله توعد النمام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام النميمة هو نقل الكلام بين الناس بخصر الإفساد إذن هي كبيرة مثل كذلك يعني الكبائر أن الله عز وجل توعده بالغضب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيما الغضب واللعن كبير اللعن الله عز وجل جاء في النصوص أن الله عز وجل يلعنه صاحب هذا الفعل أو النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة أي عند المصيبة وقال لعن الله من لعن والدي لعن الله من غير منار الأرض هذه كبائر لأن الله عز وجل لأن اللعن طرد من رحمة الله عز وجل لعن الله النامسة والمتنمسة لعن الله المتشبهات بالرجال أو المتشبهات من النساء بالرجال والعكس أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل هذه كبار عظائم عند الله سبحانه وتعالى الفرار من الزحف عقوق الوالدين كل هذه كبار ما فيه حد في الدنيا ما رتب الله عز وجل عليه حد في الدنيا ولكن توعد الله عز وجل فاعل هذه الكبيرة عنده في الآخرة سبحانه وتعالى إذن كبار فهذا الضابط إذن نسأل وأن تجيب كل ما نهى الله عز وجل عنه بهذا الضابط تعرف أنك فعلت الكبيرة أو أنك فعلت الصغيرة ومثل ما سبق لا يعني هذا أنك تفعل الصغير الكذب كبيرة أو لا صغيرة على الضابط هل فيه حد في الدنيا لا ليس فيه حد في الدنيا ننتقل هل فيه وعيد في الآخرة نعم فيه وعيد في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار إذن وعيد في النار لذلك جماهير العلماء على أن الكذب من الكبائر وهكذا في جميع الدنو جميع الدنو وفي كلام لابن عباس كلام يعني يقضي على مسألة هذا يعني ذنب أو ليس بذنب جاءه رجل فقال له يا ابن عباس يا ابن عباس الغناء سأله عن الغناء قال هل الغناء يعني حرام أم حلال يا أخوان هذه قاعدة خذوها كذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح سائر المسلمين اللهم ويفقهم لما يحبه يا الله فقال أنا هذا على ذاكرتي طبعا أنا أتكلم على ذاكرتي فقال أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة أيأتي مع الحق أم مع الباطل في شيء ثالث ما في شيء ثالث كل الأعمال كل الأعمال اللي عملتها في الدنيا إما أن تأتي مع الحق وإما أن تأتي مع الباطل ما في شيء ثالث ما في شيء وسط فقال مع الباطل قال أفتيت نفسك خلاص أنتهت أفتيت نفسك أنت أفتيت نفسك إذن قس على ذلك شرب الزقاير يوم القيامة يوم القيامة شرب الزقاير الدخان الآن يوم القيامة يأتي مع الحق أم مع الباطل إذا قلت مع الحق أنت مكابر لأن الأمر واضح عند الجميع إذن يأتي مع الباطل وقس على ذلك لذلك كل الذنوب أمرها عظيم يا أخوان وعليكم بكثرة الاستغفار عليكم بكثرة الاستغفار فإن الله يتوب على من تاب والله عز وجل يغبل الاستغفار وهذا من كبير فضله ونعمته على أهل الإسلام أنه جعل في مقابل هذه المعاصي مكفرات سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لمرضاته والحمد لله رب العالمين